مساء الخير كشف وزير الطاقة جبران باسيل عن أعلان الحكومة بكرة الخميس اطلاق المناقصات لأعمال التنقيب عن النفط والغاز بالمتوسط بدءا من منتصف كنونتين لألفين وثلاث عشر حيث أولا بتم تأهيل الشركات ثم بأيار بتقدم كل شركة عروضة وبعد ست شهر بتبدأ عملية فضل عروض ومن بعدها التفاوض ثم التوقيع بأدار لألفين وارباة عشر وكان أشار باسيل أن المياه الجنوبية بتحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على 3000 كيلومتر مربع كما بيّن مسح المنطقة الاقتصادية البلغة 22700 كيلومتر مربع وجود حوالي 40 منطقة صالحة للتنقيب عن النفط والغاز اشارت مجموعة مستثمرين لبنانيين من الوليد بن طلال كيميل حصصوا بفندق موفان بيك بلبنان ب134 مليون دولار بوقت رفضتها المجموعة الكشف عن نفسها وبحسب المطالعين على الصفقة سعر الشراء يعتبر متدني لفندق بحجم الموفان بيك المقدرة قيمته بحدود 200 مليون دولار بحسب أسعار الأراضي بمنطقة الرمل البيضاء والأمير الوليد بن طلال يملك أيضا حصة 25% بفندق فور سيزنز بوسط بيروت نبقى لبنانيا نرتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين 100 ليرة منتابع الأسعار الجيدة لهالأسبوع موسيقى موسيقى إذن أخبارنا الاقتصادية متابعة ومننتقل من الأخبار إلى جولة البورصات محليا وبيروت اليوم كان شبه استقرار عم بيسجل على أسهم سوليدير يلي استقرت عن مصاوية لـ 13 دولار بوقت ارتفع المؤشر بدعم من سهم بيبلوس تبين بالخليج بالسعودية دعم من عمليات شراء متأخرة بأسهم البترو كيمويات وبي دبي دعم من توقعات بنتائج قوية للربع الأخير من السنة الاستقرار كان سيد الموقف بآخر جلسة تداول بأوروبا واليوم معظم المؤشرات الأوروبية بعد بعطلة عيد الميلاد وبآخر إغلاق في تبين بأداء الأسواء بعد الارتفاع بفوتسي البريطاني بينما تراجع كاكرات الفرنسي وداكس الألماني ننتقل إلى الأسواء الأمريكية بعض التراجعات رح نلحظها بولستريت بضل ترقب لمحادثات اللحظات الأخيرة لتجنب الهوية المالية وضعف مبيعات التجزئة خلال العيد والتراجعات بحدود النصف نقطة مئوية الدهب عم يستقر عند حدود الـ 1660 دولار للأونسة بها اللحظات دون الـ 1660 دولار بوقت النفط عم يرتفع وبرنت فوق مستويات الـ 110 دولار للبرميل بعد علامات على تسريع الجهود لتفادي أزمة الميزانية الأمريكية خاصة بعدما أطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عطلته بهاواي واستعد للعودة إلى واشنطن لاستكمال المحادثات بالكونغرس أخيرا الأبرز اليوم تراجع اليان الياباني لأدنى مستوى من سنتين أمام الدولار بعد تسلم تشينزو أبا رئاسة الحكومة بشكل رسمي وعم نلاحظ الدولار أمام اليان الياباني عم بيرتفع بحدود الـ 1% لمستوى 85 يان و64 مقابل كل دولار بوقت اليورو عم بيرتفع أيضا لمستويات عم بتفوق الـ 1-32 نهاية الاقتصاد من تابع الأخبار شكرا جزي شكرا جزيلا